أن يشب حريق في مخازنة للمواد الإغاثية في دولة صنفت ضمن الدول الأولى من حيث تعرضها للمجاعة فذلك يعني أن الفساد قد وصل إلى ذروته في مدينة الحديدة التي تعد إحدى أكثر المدن اليمنية تعرضاً للمجاعة التهم حريق هائل المستودعات الغذاء العالمي مخلفاً الضرراً في خمسة مخازن كانت تحتوي على مواد غذائية متنوعة حسب شهود عيان ما دفع برئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح لمطالبة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن لزيغراندي والمثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي والمدير القطري للبرنامج ستيفين أندرسون بإجراء تحقيق عاجلاً وتحديد الجهات المسؤولة عن الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي يثبت تورطها فيما حدث هذا التصرح جاء كإشارة اتهام إلى أصابع خفية وراء هذا الحريق الذي شب في المخازن وهو الأمر الذي كان قد ذهب إليه مراقبون وامتابعون قائلنا إن الحريق الذي شب في المستودعات لم يكن نتيجة الصدفة بل بفعل فائلاً لتغطية فساد اختلاس للمواد الغذائية المخزنة في المستودعات فتح في تصريح له نشرته وكالة السبال الرسمية اعتبر أن حادثة الحريق ستؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة والمحافظات المجاورة لها وأن الحادثة تمثل هدراً للأموال التي يقدمها المانحون والجهات الإغاثية والدولية والعربية ووصف فتح هذه الأعمال بالإرهابية كونها تؤثر على مئات الآلاف من المحتاجين أما برنامج الأغذية العالمي فلم يصدر أي تعليق على الحادثة في الوقت الذي دعا فيه فتح منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي إلى إدانة هذه الأعمال وإيضاح تفاصيلها للرأي العام المحلي والدولي اشتركوا في القناة